مسا الخير للجميع انا حقنطر هلأ بس اشارة صوت من الاستاذ عماد لحتى يقل لي ان الصوت واضح وانكن قادرين تسمعوني كتير منيح اول شي اكيد بدي رحب بتمني يكون الصوت واضح واللي عم رحب فيهم قادرين توصل لهم من تحية بدي رحب بكل متتبعين صفحة الاتحاد العربي للتطوع اكيد لكل منتسبين الاتحاد العربي للتطوع اهلين مصنور استاذ عماد يا ريت منك بس اخد اشارة الصوت لحتى تكمل معكم ونتواصل اكتر لحتى اتأكد بس انه الكل قادر يسمعني يسعد لي مساك استاذ عماد تمام كتير منيح اه يسعد لي مساكن جميعا متل ما قلنا متتبعين صفحة الاتحاد العربي للتطوع واكيد منتسبين الاتحاد العربي للتطوع اه شكرا لك استاذ عبد الرزاق مرحبا بحضرتك اه منورة فيك اه بدأعرفكم عن حالي اول شي معكم دينا السومة من لبنان اه انا مسؤولة دمج الاشخاص بوضعية الاعاقة بدار الايتام الاسلامية مؤسسات الرعاية الاجتماعية اه دار الايتام الاسلامية بلبنان هي اكبر مؤسسة اجتماعية ممتدة اه بكل الاراضي والمحافظات اللبنانية تطعنى وتخدم كل فئات المجتمع وجزء من خدماتها هي خدمة الاشخاص زويل اعاقة وبنفس الوقت انا رئيسة الوحدة الكشفية داخل دار الايتام الاسلامية لكل المراكز الموجودة فيها اما بما يتعلق بالاعاقة فنحن في عنا مجمع اسم مجمع انماء القدرات الانسانية متخصص بزويل اعاقات الحسية الحركية اهلا بحضرتك دكتور خالد متخصص بزويل اعاقة الحسية الحركية القابلين على التعلم يبدأ التعليم فيها من مرحلة الحضانات وينتهي فيها الى مرحلة المتوسط الشهادة المتوسطة ومن بعدها تمتقل كل هدول الابناء لا يكونوا تابعين لعندي بالادارة لحتى ننطلق معهم بمرحلة الدمج ويخرجوا من حيطان مجمعاتنا المتخصصة لا ينطلقوا الى المجتمع بس قابل هيدا كله الولاد اصلا الرادي هني عندهم تدرب لان احنا عنا شي اسمه الدمج المعاكس حبيت هكي اعطيكم نبزة بسيطة جدا كمان منه بيكون افتدينة وبنفس الوقت انا قائد كشفي ومدرب وكوتش الي 20 سنة بشتغل بمزجال الاشخاص ذوي الاعاقة الحقيقة هني عالم كتير حلو حابحر انا وينكن هلأ ببعض التجارب الحقيقية لقلون يسعد ماساك استاذ سامح الله يخليك شكرا لقلك نحنا باذن الله يعني انا هلأ بدي اخبركم العنوان التايتل اللي موضوع على البطاقة للتعريف بانه انا هكون موجودة معكم هو بقول حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التعريف الرسمي للاشخاص ذوي الاعاقة هو ذوي الاعاقة وليس ذوي الاحتياج الخاص والسبب لانه انا وانتوا باي لحظة ممكن نكون محتاجين لاي معينات يسعد لي ماساك استاذ ياسين فانا هلأ ممكن تعرفوا نحنا عم نتقدم في العمر فانا ممكن احتاج لنظارات انا صرت ذوي احتياج خاصة ممكن لأي سبب اتعرض لكسر لفكش باجري بيدي احتاج لأي معين حكون ذوي احتياج خاص لمرحلة معينة من الوقت بينما الاعاقة هي شيء يعيق الانسان ويعيش معه مدى الحياة وبيكمل معه منه لمرحلة معينة او لمرحلة مؤقتة يسعد لي ماساكن مرة تانية برحب بجميع اللي عم بتابعونا اهلا وسهلا فيكن لح ننطلق شوي بالموضوع اللي هو اليوم هدف انه انا موجودة معكن لحتى نحكي عن تجارب حقيقية وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ما هفوت معكن بامور رسميات لانه هلأ بكافة زر على جوجل انتوا قادرين تطلعوا الحقوق واللي هي فيها مواسط كتير واللي هي ما زالت حبر على ورق واللي هي ما فيه شي منها عم يتنفذ نهائيا مع الاسف الشديد يعني نحنا بحكيكم عن تجربتي انا بلبنان نحنا بلبنان في عنا القانون 222 على 2000 ينادي بكثير كثير 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 من الحقوق بس ماذا منها تطبق على ارض الواقع مع الاسف ما منشوف كتير امور ان وجدت على ارض الواقع وهيدا من الامور المؤسفة جدا انا حقنطر دقيقتين قبل ما ننطلق فبس بدي استقزمكم انه انا يسعد لي مساك وتحياتي لقلك استاذنا الكريم انا بتكون تسمحولي بس انا رئيس تحرير منصة حدوثة كشفية تطوعية الارشادية الشبابية فانا حابة بس انه كمان الشباب والصبايا الموجودين معنا على المنصة يقدروا يتابعوا هيدا الامر شكرا لقلك شكرا لقلك استاذ نعيم كل ياتنا متطوعين لعمل الخير كل ياتنا متطوعين لمجتمعاتنا لقبيقتنا الله يقدرنا ونقدر نقدم ونترك اثر بهيد الحياة ونقدر نعمل شيء يسعد لي مساك استاذ حسن شكرا لقلك نحنا اللي منتشرفنا بمرورك وانا بتسعدني جدا صدقت حضرتك استاذ حسن حضرتك من الاشتراك الاشخاص الذين يعملون للتطوع بمنتهى الامانة ساسعدني جدا العمل مع حضرتك وتشرفت فيك جدا واكيد بكل اعضاء الاتحاد يسعد لي مساك عبد الله حنبتدي انا وياكن هلأ لحتى نبحر انا وياكن شوي بعالم اشخاص هن جزء من هيدا المجتمع بس مع الاسف المجتمع يغيبهم هن مازالوا مع الاسف الشديد مازالوا مهمشين مازالوا مغيبين عن هيدا المجتمع يسعد لي مساك استاذ عاطف خلينا نروح انا وياكن شوي لحتى نشوف شو هي الاعاقة ومنهم هدول الاشخاص المعوقين وليش نحنا بعدنا فعلا عم نتعامل معهم كمعوقين اولا كتسمية هي ملنا مشكلة نهائيا انا يمكن شاركت بكتير من اللقاءات اللي فيها اشخاص من زوية الاعاقة وكتير من الدراسات وكتير من الابحاث بدي لكم انه ما نوقف عند كلمة التسمية يعني فيه ناس بعدهم مثلا بيقولوا لك لا بليز ما تقلهم معاك لا بليز ما تقول عنهم زوية اعاقة لا لو سمحتوا خلينا نقلهم زوية الهمم خلينا نقلهم زوية الاحتياجات الخاصة زوية القدرات الخاصة نعم نعم صحيح استاذ صالح هم يسموا باصحاب الهمم بالسعودية فعلا بس انا اللي بدي لكم يا خلينا ننشأ انا شخصية زي ما قالت لكم انا بشتغل مع زوية الاعاقة من عشرين سنة وكانت انطلاقتي بالعمل مع المعوقين داخل دار الايتام الاسلامية بان انا كنت عم اهل الاطفال المكفوفين كانت متعة كتير كبيرة لقالي انت عم بتحس انك انت عم بتعلم الولد المهارات لحتى يقدر يكمل حياته بس انا اللي بدي اقوله انه بالنهاية نحنا عم نعيش بمجتمع كتير قاسي بمجتمع ما فيك تحكمه بمجتمع ما بتعرف كيف بفكر مشان هيك انا اخدت شغلي كتير مهمة واعتمدت بحياتي انه اول شغلي طبعا انا هايدي تعلمتها من داخل المؤسسات انه نحنا نزرع السقه لدى ابنائنا اللي نحنا عم نربيهم داخل المؤسسة ونقلهم شو ما ظهرتوا لبرة وشو ما واجهتوا لبرة ما تتأثروا لانه ممكن حدا يقول عنكم معوقين ممكن حدا يقول لكم يا حرام ممكن حدا يطلع فيكم لكم الله يشفيك هايدي الامور كتير حيتعرضولا مشان هيك طلعت برة خطان التسمية لأهم شي انه نحنا زرعنا فيهم ثقة بنفسهم علمناهم دربناهم اهلناهم وقدمناهم للمجتمع اشخاص فاعلين متفاعلين قادرين انه يخوضوا هايدي الحياة لانه اصلا نحنا عم نعيش مع الاسف بمجتمع في كثير من التنمر في كثير من المشاكل مش بس على الاشخاص المعوقين فكيف بحال الاشخاص بوضعية الاعاقة لما نجي نحكي عن المعوق هناك عدة انواع من الاعاقات واكيد الكل بي مطلع عليها عنا اول شيء الاعاقات الحسية الحركية اللي هني عنا اعاقة بصرية اعاقة جسدية واعاقة سماعية وحتى هدول الثلاثة في منهم على مراحل يعني في عنا الاعاقة الجسدية هي عدة انواع كثير من الانواع في عنا انواع البطر حتى قصار القامة صاروا يعتبروا من الاعاقات الجسدية في عنا الاشخاص اللي عاديين على الوكر في عنا الشلل الرباعي في عنا شلل الكامل كثير امور تنطل يعني حتى شلل الاطفال يعتبر من الاعاقات الجسدية في عنا الاعاقة البصرية اللي هي كمان عدة مراحل في عنا الإعاقة البصرية الكلية اللي هن الأشخاص اللي لا يرونها نهائيا في عندك ضعيفي البصر اللي هن بيحتاجوا لتكبير وبيحتاجوا لدعم أثناء عملية التعلم يسعد لي مساكة ما بعد تقد أنه كلمة زوية الإعاقة بتجرح بتجرح مشاعرهم يعني إذا أنت فسرتي لهم انت ليش معنا زوية الإعاقة لأنه نحن مثل ما بنعرف أنه صار كتير مؤتمرات وصار كتير من الأمور اللي بتقول أنه خلينا شو التسمية اللي بنا نطلقها على هدول الأشخاص لما بيفهم المعوق أنه كلمة زوية إعاقة طبعا أنا ما حاجي يقول له معاق بهذه الطريقة الطريقة مش حلوة بالكلام ولا بالتعبير بس إذا نحن جينا شرحنا له أنت لماذا تسميتك العالمية هي زوية الإعاقة هو بيعرف أنه هناك شيء يعيقه ونحن هلأ حنتطرق نحن وياكم لأمور كتير سهلة بتقول أنه نحن هدول الأشخاص إذا نحن أمننا لهم المعينات ما بيعودوا معوقين أنا هلأ إذا أنا صار عندي مشكلة بالنظر وما حدا عطاني عوينات ما بقدر أقرأ الكومنتات تعيدكم اللي أنتو عم تكتبوها أنا كمان صار عندي مشكلة تعيكني عن البصر بس طالما تأمنت النظارات اللي هي المعين لإلي بطل عندي مشكلة أزيلت هذه المشكلة نعم بأي دولة هاي دي أستاذ محمد نسميها زوية الاحتياجات الخاصة مثل ما أنا قالت لكم تكسر التسميات ولا نقف عند التسميات أهم من التسمية كيف نتعامل مع هدول الأشخاص كيف نؤمن لهم احتياجاتهم كيف نؤمن بهم وبقدراتهم بالنهاية الشخص زوية الإعاقة هو مثل أي شخص نحن ببيتنا أسادست الأفاضل بيكون عنا ولدان ولد كتير شاطر ونابغى ورب العالمين منعم عليه بالزكاة وقادر أنه يوصل دكتوراه قادر يتعلم طبقة قادر يتعلم هندسة قادر يتعلم أمور تانية وبنفس الوقت بلاقي عندي ولد تاني شاطر وكل شيء بس رب العالمين عطيك خضرات معينة ما بيقدر يكمل مثل خيو ما بيقدر يكون مهندس ما بيقدر يكون شكرا لك استاذنا الكريم فأصحاب الهمم صحيح بالبحرين جمالا كل الخليج بيقولونا أصحاب الهمم أنا كنت بالمغرب ولقطت عندي الأشخاص بوضعية الإعاقة والحقيقة حبيتها يعني قريبة كتير فمو متعة أنه تقولون الأشخاص هني مش معوقين هني بوضعية إعاقة فكمالا التعبير كان بالنسبة لقالي تعبير كتير حلو فنحنا اللي كنا عم نحكيه خلينا نرجع بس لموضوعنا ونرجع بجاوب على أسئلتكم حتى ما توحكم بالمواضيع لأنه صراحة أنا بتاخذ بمواضيع الإعاقة كتير فالأشخاص بوضعية الإعاقة مثل ما تطررنا لكم الإعاقة البصرية اللي هي عدة عدة مراحل عنا مثل ما قلنا المعوق البصري الكامل الشخص الغير قادر على الرؤية نهائيا في عنا الأشخاص اللي هني ضعيفي البصر واللي عندهم درجات عالية من البصر يعني مثلا إذا هني بدون يدرسوا هني مضطرين أنه يستعملوا مكبرات وكتبهم تكون كتير كبيرة وفي عنا الأشخاص اللي عندهم مشاكل نظر بمراحل ممكن للقريب ممكن للبعيد ممكن بس بالضو هدول كمان درجات من أنواع الإعاقة البصرية وفي عنا الإعاقة السماعية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي عنا الإعاقة السماعية اللي هي كمان مراحل في عنا أشخاص نهائيا ما بتسمع في عنا أشخاص عندهم نسبة من السماع وهدول الأشخاص قادرين نحنا أنه نحنا نعلمهم ويصير عندهم نسبة من النطق عندك الإعاقات السماعية اللي تملة إلى زراعة القوقعة مراحل كتير منرجع من روح للإعاقة الزهنية الإعاقة الزهنية كمان تنقسم إلى ثلاث أقسام اللي هي الإعاقة الزهنية البسيطة والمتوسطة والشديدة ومن روح للشيء اللي هلأ شائع كتير نحنا عنا بلبنان ما بعرف باقي الدول ياريت كمان تخبروني اللي هن الأشخاص زوية الصعوبات التعلمية مع الأسف نحنا هلأ صرنا بمجتمع بتلاقي عدد الصعوبات التعلمية كبير بشكل يعني صار مبالغ فيه يمكن هدول الأشخاص اللي من زمان نحنا كنا نقول عنهم كنا نقول عنهم كسلنين بس هنه مش كسلنين هنه أشخاص عندهم بعض المشاكل اللي بتعيق دراستهم بشكل جيد أنا بس هقرأ تعليق أستاذ حسن لأنه التعليقات ممكن تتوه مني بعدين في اعتقادي أن نظرة المجتمع الخاطئ نحو المعاقين هي أخطر من الإعاقة نفسها ومن أمثلتي كما أن الحماية الزائدة أو القصوة الزائدة تؤثر بلا شك على نفسيات هؤلاء وتزيد من معاناتهم أحسنت قائد أستاذ حسن كتير كلامك دقيق وهذا أنا هيدا هقوله بالتجارب اللي هنحكي فيها هلأ متل ما تفضلت حضرتك وقلت عليكم السلام قائد إيمان يسعد لي مساكي حبيبتي دكتور ساميح مساء الخير يسعد لي مساك أنا اللي بدي أقوله اللي بدي أقوله أستاذ حسن فعلا نحن من بعد ما تطرقنا إلى أنواع الإعاقات كل إعاقة إلى خصوصيتها أهم من أنه أنا أجي فكر وقول أنه أنا شو بدي أقوله بدي أقوله معوق بدي أقوله يعني أنا حكي يكون ع تجربة صغيرة أنا قطعت فيها بخلال فترة عملي وبخلال فترة شغلي بأحد المرات كنت ظهرة أنا وصبيي عندي من بناتي أنا دايما بحب أنه يظهروا معي يختلطوا بالمجتمع لحتى يكسبوا سئة بنفسهم أكتر فظهرت أنا وهي دي البنوت كان عنا مناسبة برمضان وكنا عم نشتغل شي للمؤسسات فالبنت عندها ما بعرفش بتقولوله لأنتوا عندها حردب بظهرها يعني ظهرها منحني وفيه بشكل بشكل إعاقة في ظهرها وهي تمشي على الوقت فنحنا وماشيين كانت العالم أنت بتاعي برشعب أقولك نحنا ما فينا نصلح صورة المجتمع كله عم نحاول عم نجتهد عم نعمل ندوات عم نعمل معارض عم نوجه المجتمع على قد ما بنقدر بس بالنهاية مجتمعنا دايما في خلل يعني دايما مع الأسف الشديد أنت ما فيك تعدل صورة الناس كله ياتا ما فيك تصلح أفكار الناس كله ياتا فمشان هيك أنا حتى ما يدهمني الوقت فالناس كانت نحنا وماشيين كانت عم بتقلها كلمة تطلعوا فيها هيك أنه يا حرام يقولولا حرام أنه الله يشفيك كان ردة إذا بقلكم أنا كيف كانت عم بترد السألة اللي هي كانت فيها صدقوني هي علمت المجتمع كيف يحترمها وكيف يتعامل معها لما كانت عم بترد عن ناس وتضحك وتقولهم الله محيش فيني أنا الحمد لله رب العالمين عطيني صحة كاملة عطيني كامل عقل كامل أنا عم بتعلم وأنا عم بدرس وهي دي الإعاقة رب العالمين ابتلاني فيها لتكون أجروا سواب إلي لبعدان صحيح 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 والرائج حاليا التربية الأولى نعم نعم صعبات التعلم مع الأسف بقت صارت بأعداد متزايدة جدا 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 فخلينا نتطرك أنا وياكم هلأ لنحكي تجارب نحنا بعد معنا ربع الساعة لنحكي تجارب حقيقية كتير مهم أنه أول شغلة مثل ما نحنا قالنا نقامن فيهم نقامن بقدراتهم مثل ما أنا عرفت عن حالي قبل أنه أنا مسؤولة للدمج نحنا عنا الطلاب بيدرسوا لمحلة المتوسط من بعد مرحلة المتوسط بيصير فيه اجتماع مع هدول الأشخاص انت وين ميولك فيه أشخاص قادرين على متابعة الدراسة السنوية يتوجهوا للسنوي لأنه قدراتهم تسمح هناك أشخاص بالنهاية مثل ما أنا قلت لكم المعوق بالنهاية أحيانا نحنا بنحاول نصوره كهيره كشخص ما في مثله صح رب العالمين بيأخذ من جهة وبيعطينا من جهة تانية بس بالنهاية المعوق هو جزء من هيدا المجتمع هو مثل مثل أي ولد تاني ممكن يكون عنده قدرات تعليمية عالية ممكن يكون عنده قدرات مهنية أعلى فيه عنده قدرات معينة فمشان هيك نحنا بنشوف شو الأفضل لهيدا لشخص شو الأفضل والأنسب لقدراته وبصير بيتعلم شي بيروح سنوية شي بيروح مهنية شي بيكمل جامعة بس أهم من هيدا كله شو الإيمان فيه الإيمان بقدراته تأمين المعينات أهلا وصهلا أستاذي منتهى بيسعدني هذا الشي بيشرفني عبدالله هل طرق العمل المتعددة من طرف الجهات الحكومية المعنية بزاوية الإعاقة هي نفسها الطرق التي تعملت منها المؤسسات الخاصة وهل هناك طرق يجب اتباعها مع هذه الفئات لأنه صار في شرخ واستحداث خليني خبرك خبرية أول شغلة مع الأسف الشديد الدولة لا تقوم بأي واجب تجاه هدو هدول للولاد أنا عم بحكي عنا بلبنان أنا سفرت على كتير دول وشفت أنه في دول لا تهتم وتضع القواعد وتضع القوانين وتفرد أمور على هده نحنا بالنسبة إلنا للبنان الاتكال الأكتر هو على مؤسسات المجتمع المدني اللي هي عم بتقوم بدورة في عنا عقود مع وزارة الشؤون الاجتماعية من المؤسسات تحول لألنا هدول الأشخاص ونحنا منقوم بتدريبهم وتعليمهم وتأهيلهم ومنتابع معهم لآخر مرحلة عمرية حتى منحاول نوجد لإلهم فرصة للعمل فأنا اللي كنت عم قوله أهم شيء الإيمان بقدراتهم بدي ضل نعيدها بدي ضل نكرر فيها إذا الأشخاص اللي ما بيشتغلوا مع زوية الإعاقة هن مؤمنين بقدرات هدول الأشخاص مؤمنين بحقهم بدلمج مؤمنين بحقهم بالحياة مؤمنين أنهن قادرين يعني أنا كمان أحد الطلاب عندي تخرج من اختصاص المحاسبة و كنا عم نبحث لإله على فرصة عمل فعلا رحنا بحثنا مين اللي عم يطلب شغل لأينا أحدى الشركات المؤسسات الكبيرة بالبلد طالبي موظف بنفس الصفات وبنفس المؤهليات وبنفس الدراسة وبنفس العمر وبنفس مكان السكن كله ينطبق على هذا الصبي الذي تخرج وهو من زوية الإعاقة البصرية الجزئية وليس الكاملة فرحنا قدمنا على هايدي الوظيفة ونقبل الطلب وتغربة اللي تطلبت لحتى وصل ليوم المؤابلة الشفاهية رحت معه أنا على المؤابلة لما شافه وعرف بوضعه قال لي أنا بدي أعتذر أنا جوابت قلت له طب خلينا نتفق أنت ليه بدك تعتذر تحياتي لألك صحيح ونحن عندكم جزر القمر وعندنا في لبنان نفس جزر القمر نفس الشي بدل النقاش بالتسميات صحيح هذا اللي أنا كنت عم قلكن يا من الأول أنه نحن ما بدنا نوقف عند التسمي بقدر ما بدنا نوصل للمعاناة اللي عم يعاني منها اللي عم يعاني منها الأشخاص بوضعية الإعاقة بهذا المجتمع يعني يسعد لي مساك ولا يهمك تقبل الله صلاتكم وقال الله يتقبل يا رب وإن شاء الله فيك ترجع تحضرها للحلقة وأي سؤال أنا كمان حاضرة لجاوب بعد الحلقة ما في أي إشكالية أهلا وسهلا فيك استاذتنا من ليبيا الله يخلي لك يا رب إن شاء الله مدير مكتب دعم وتمكن الأشخاص ضغير إعاقة بزاق في العمل أهلا وسهلا فيك استاذي منتها تشرفت بحضرتك أنا فأنا اللي كنت عم قوله أنه نحن صح ما بدنا نوقف على التسميات فأنا رحت قلتله لهذا المدير قلتله أنت اللي رفضتوا قال لي لأنه عنده إعاقة قلتله خلينا نتفق على شغلة أنت عندك طلب معين لأشخاص طالب وظيفي بمواصفات معينة هذه المواصفات تنطبق على الشاب اللي معي أنت إلك حق بقانون العمل اللبناني أنك أنت تجربه لثلاثة شهر يا أما بتقوله تفضل أنا حسبتك بالعمل وأنت تصلحق هذا الوظيف يا أما بتقوله الله معك أنت اللي تناسبني فأحكينا اقتنقشت أنا ويا كتير فعلا الرجال اقتنع كتير بكلامي وكرر يعطيه الفرصة وأنا عم بحكيكم هذا الحكي من 10 سنين الشاب هلأ مش بس صار توظف صار مدير عن كل اسم بهايدي المؤسسة لأنه أثبت للكل أنه هو قادر بس أنا أعطيه الفرصة كيف أنا أعطيته الفرصة هو عنده مشكلة بالنظر أنا أمنتله المكبرات اللي بتساعده بالشغل أمنتله المعينات الصوتية اللي بتساعده بالشغل فهوني أنا أزلت مشكلته فهو يمارس حياته بشكل طبيعي أنا لما الشخص الكفيف ببعته على المدرسة وبكونني أمنتله جهاز الصوت لحتى يسجل المحاضرات تعيته لحتى يرجع يدرسها بالبيت أنا أزلت مشكلته لما بأمله كتاب لبرايل مثل ما بيكون غيره معه كتاب المبصر أنا أزلت مشكلته لما ببعت شخص معوق جسدي على مدرسة أو على جامعة أو على وظيفة وبأمله فيها المصاعد أو بأمله فيها المكان الرامب عفوا بالتويلت كل هاي الأمور أنا أمنتله إياها أنا أزلت إعاقته أنا بس لأنه الوقت داي عم حاول شوف أسئلتكن لحتى يجاوب عليها في ظل الظروف الراهنة وكون زويل الإعاقة يعانون من زيادة خطر إصابة بكوفيد مين هل هناك إجراءات احترازية أكثر أمنا الحقيقة فعلا نحنا هلأ الأخشخاص بوضعية الإعاقة مثلهم مثل كبار يعني نحنا كنا دايما عم نحكي بكبار السن ودايما كان فيه نسيان للأشخاص بوضعية الإعاقة مشان هيكي نحنا فيه طبعا هني محتاجين أول شغلة محتاجين أنه نحنا نأملهم الحجر الحجر الصحي بس مش أنا أحجرهم بالبيت وإنسى احتياجاتهم يعني أنا المفروض أول شي كنا عم أملهم وسائل الراحة عم ساعد أهلهم بالآليات اللي لازم يتعاملوا فيها معهم بالبيت أملهم الوسائل المعينة لدعمهم داخل منازلهم نحنا مثل ما بنعرف يسعد لي مساك استاذ عقيل فأنا اللي عم قولوا هني المفروض يقعدوا ببيوتهم بس الأكبر غلط اللي عم بصير أنه نحنا عم نقعدهم ببيوتهم بدون ما نكون عم نأملهم الأمور التي كانت تؤمن لهم داخل مجتمعهم اللي عايشين فيه في المؤسسات نحنا بننتبه لكتير شغلة مهمة أنه هناك الكثير 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 من الأهالي لا يعرفون آليات التعاطي مع أبنائهم وهذا ممكن يسبب لنا بأمور صحية غير أنه موضوع خوفنا على سلامتهم الجسدية كمان هناك خوفنا على سلامتهم الصحية بدنا ننتبه لشغلة كتير مهمة مش بس الأشخاص بوضعية الإعاقة مع الأسف الشديد حتى الأطفال في بعض الأطفال بفترة حجر الكورونا يتعرضون للتعنف لداخل منازلهم للضغوط النفسية اللي بعيشها الأهل وبيتفشفشوا فيها بولادهم وهذه شغلة كتير مهمة دكتور خالد العزبي بقول ينظر كثير من الباحثين أصحاب الهمم لكونها أحد الأعمال ده التنمية الفاعلة إنما هون تطيير مهاراته وقد أثبت القدرة عالية فعلا بدي أقول لك دكتور مثلا إحنا لو جينا حكينا عن الداون سندروم الداون سندروم عنده طاقات وعنده خدرات جسدية وبدنية إحنا لو برنجناها صح ووجهناها بطريقة جيدة وبطريقة سليمة إحنا ممكن نستفيد منهم بكتير مجالات يعني أنا شفت تجربة بالمغرب أنا شفت تجربة عاملين مشروع كتير حلو ورائع مسامينه التعليم بالتشغيل عاملين مزرعة كاملة ومطعم كامل للأشخاص بوضعية الإعاقة الزهنية والداون سندروم هن بيزرعوا هن بيفلحوا بنفس الوقت جايب لهم أسادي عم بيعلموهم الزراعة عم بيعلموهم الفلاحة عم بيعلموهم الطبخ عم بيعلموهم صناعة الفخار عم بيعلموهم كل المهارات بس بنفس الوقت بيرجعوا هيدا الأمور كلياتها بتصير أمور منتجة لإلهم وبتساعدهم على أنه هن يتوظفوا ويكونوا فاعلين ومتفاعلين لمجتمعاتهم فكتير مهم أنه نحن هذا الشخص زاوي الإعاقة شو ما كانت قدرته ندور على نقطة القوة فيه ونشتغل عليها وننميها ونعززها ونقويها ونطلقه للمجتمع كي لا يكون عالي عليها يعني مجتمعاتنا ما بقناقصها أشخاص عالي عليها نحن في مشاكل في مشاكل اجتماعية في مشاكل اقتصادية في مشاكل كتير داخل المجتمع فتخيل هيدون الأشخاص لو دورنا على نقاط القوة اللي فيهن واشتغلنا عليها لن يكونوا عبع على المجتمع ولا يكونوا محتاجيننا بالمستقبل وفعلا مهنيا وأكاديميا كمان في البعض منهم عندهم قدرات عالية أنا أحد طلابي وأفتخر به جدا وبيسعدني أن كل ما يكون موجود بمكان يقول اسمه سامي جلول هو الآن هو أهم من يقوم بتقرير أخباري في التلفزيونات فأنا خليه وهو كفيف كله وتزوج وصار عنده أسرة بس لا لأ بظهره أشخاص دعموه آمنوا فيه آمنوا بقدراته وانطلق إلى المجتمع استاذ صالح أنا مقدم برامج مسابقات وألعاب ترفيه وتربوية والمدة وأكثر ولازلت أقدم ألعاب حلو كتير باختلاف الإعاقات ما عندنا مساعدة الحقيقة أنا بدي نوه بالتجارب الرائعة اللي شفتها بالسعودية ومش عم جامل فعلا السعودية متقدمة يعني أنا إذا بدي إيجي قيم الحقيقة بأمان الخليج كله متقدم بهيدا المجال بالمجال الأشخاص ذوي الإعاقة ودائما داعم لقلهم ولقضاياهم والصراحة كمان بدنا نكون واطحين وواقعيين أنا حدا بحب الواقعية شوي لحتى تقدر تساعد هدول الأشخاص أنت محتاج إلى الدعم المادي ومن دون الدعم المادي ما فيك تعمل شي يعني أنا إذا عندي شخص كفيف ما قدرت أمنتله جهاز لابتوب مع جهاز إبصار الناطق مع الأجهزة اللي بتساعده هادي مشكلة من المشاكل فإذا أنا ساهمت بأنه زيد من إعاقته إذا عندي شخص عنده مشكلة بصرية إذا أنا ما أمنتله المكبر المونيتر اللي بيساعده لحتى يدرس ويقرأ بمدرسته أو بعمله يعني أنا عندي بنت هلأ قصبية بتشتغل بسوبر ماركت أمنتله جهاز المونيتر بتقدر تحطه تقرأ كل الأسعار وتسعر وتشتغل داخل السوبر ماركت وما عنده أي مشكلة بس تخيل أنا إذا هدولي كل الوسائل المعينة ما أمنتله يهون لشخص الزويل إعاقة شو بده يكون كيف بده يكمل حياته فأنا محتاجي دايما للمعينات التلفون اللي أنا هلأ أنتوا عم تشوفوني من خلاله صار شيء كتير مهم للأشخاص الزويل إعاقة لأنه منه قادر يتواصل استاذ عقيل شكراً كتير لألك صحيح صحيح يا دكتور طبعاً إحنا مش لازم نوقف عند التسميات هناك مشاكل كتير عم بيعانوها صدقوني هلأ بمرحلة بالمرحلة الحجر أنا تقريماً كل يوم مع طلابي على تواصل دائم واجتماعات دائمة معنوا مع أهاليهم لحتى شيل أي مشكلة أو أي أشكالية عم بتكون بينهم وبين الأهالي مع الأسف يعني البي بيجي بيطلع بابنه بيلاقيه قاعد ما عم يدرس افتاح كتابك ودرس طب ابنك عنده مشكلة ابنك عنده صعوبات تعلم ابنك ما بيقدر يدرس بهذه الطريقة فهو بيعنفه بيتعني أنت ما عم تدرس أو بيجي عطيني سمعلك أنت شو حفظت اليوم طب أنا ما حفظت شي طبيعي ما هيحفظ شي لأنه هو محتاج لوسائل معينة تدعمه وتساعده لحتى يتابع حياته فمشان هيك نحن فعلا محتاجين لتكاتف الأيدي خاصة هلأ بفترة الكورونا محتاجين لنوصل لهدول الأشخاص لبيوتن لأنه بدنا ننتبه أنه هناك أسر فقيرة كتير ما في عنده انترنت مشكلة دول زي بعضها فهيدي أمور كتير مهمة شكرا لألك استاذ صالح الإعاقة هي إعاقات العقول وليست الإعاقة الجسدية لأن فعلا فعلا الإعاقة هي إعاقة مجتمع خليني لكم شغلي وبإيمان ومن تجارب حقيقية أنا عم عيشة على أرض الواقع المجتمع الذي نحيا فيه مع الأسف هو الذي لديه إعاقة ذهنية ذهنية بمفهوم إعاقة فكرية في التفكير مع الأسف الشديد يعني إذا نحنا إذا نحنا أشخاص يعني حمد لله رب العالمين ما في عنا رب العالمين ما بتلينا بالإعاقة وفعلا عم نواجه مجتمعات شديدة الشديدة بهيدا المجتمع اللي عنده تخلف مع الأسف طبعا طبعا أستاذ حسن فعلا الأسر التي لديها هذا اللي أنا كنت عم حاول أقوله كمان بلبنان نحنا عنا عم بعطي مثلا يمكن أكتر على لبنان لأنه ما عندي اطلاع كامل عندي شوي اطلاع عن باقي الدول فيارات كل حدا يخبرنا شو عم بيصير بدولته الأهل اللي هلأ عندهم ولد بوضعية إعاقة أول شيء وخاصة فيما يتعلق بالأسر اللي منا قادرة لا توصل للإنترنت لحتى نوصل للمعلومة هن عم بعيشوا معاناة كتير كبيرة في مؤسسات اجتماعية بتستقبل هدول الأشخاص يعني نحنا كمؤسس كبيرة من أهم مؤسسات لبنان نستقبل كل الحالات الاجتماعية بس برضو ما زال هناك الحالات مثلا هلأ في حدا قطع معي عم يحكي عن التوحد التوحد ما زال ما زال كتير من الأشخاص ما عندهم الآليات الكافية للتعامل معهم وما زالوا فعلا مهمشين وما زال أهليهم فاقدين لقالية التعامل معهم الأسرة اللي هلأ في عندها ببيته شخص موجود من زويل إعاقة من زويل إعاقة اللي هو محتاج لعلاج فيزيائي ما انه قادر يظهر فيه ما انه قادر يساعده ما انه قادر يعمله الشيء وما انه مقدرين يتعاملوا معه فنحنا مشان هيك عنا بلبنان في شيء اسمه الزائرات الأسريات بس طبعا هلأ بسبب موضوع كورونا الموضوع متوقف كليا وصعب دور الزائرة الأسرية هي انه تتوجه لبيت هيد الأسرة اللي عندها شخص بوضعية الإعاقة اول شغلة نقدم الدعلم نفسي للأهل لانه بدي اقول لك شيء استاذ حسن انه نحنا معاناتنا كاشخاص نشتغل مع زويل الإعاقة مع الأهل اكتر من معاناتنا مع الولاد الولد هو توصل معه لمرحلة بيتقبل إعاقته بس مع الأسف فيه هناك الكثير من الأهالي يصابوا بصدمة لفكرة انه هن عندهم ولد من زويل إعاقة ما بيتقبلوا الموضوع وبيواجهوا مشكلة ومنصير محتاجين انه نشتغل على على الأهل لحتى نقدر نساعد الطفل لانه عم يسبب بأذى نفسي غير مباشر لأطفال ونشر الوعي المجتمع إلى دعم صحيح صحيح هذا دول ما هذا نحن اللي عم نحاول نشتغل عليها دايما نقول عم نعمل محاضرات توعية كتير آخر فترة أنا أطلقت مشروع من سنوات اللي هو معرض الوسائل المساندي والداعم للأشخاص زويل إعاقة لحتى ورج الناس ورج المجتمع هدول الأشخاص إذا تأملهم المعينات هن قادرين يكونوا أشخاص فاعلين ومتفاعلين مع مجتمعاتهم إبراهيم يسعد لمساك من موريتانيا طبعا 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 لابد لابد استاذ صالح من الاستفادة منهم ومن قدراتهم كل إنسان جواتنا كل شخص جواتنا عنده شيء كل واحد فينا جواته موهبة مكبوطة أو جواته حلم أو جواته قدرة معينة فلنبحث في هدول الأشخاص بنزويل إعاقة كلهم على النور اللي موجود جواته ونحاول نوسع هذا النور ونسلط الضوء عليه ونستفيد منه ونكسب منه ونخليه شخص فاعل ومتفاعل مع مجتمعه على قد ما كانت الإعاقة صعبة الموضوع كتير سهل أنه نحن نبحث يسعد لي مساكي قائد فاطمة كمان من الأشخاص الناشطين بمجال الإعاقة أهلة وسهلة فيك أنا الحقيقة الوقت دهمنا فيه كتير أمور يمكن أنا شوية بغوص فيه هذا العالم بس أنا بدأ لكم شي أنا لما فتت على عالم الإعاقة فتت من دراسة مختلفة كليا عن كيف بدي أتعامل معهم منهم صرت أعرف كيف بدي وصل رسالتهم لهيدا المجتمع هن أشخاص بمنتهى الذكاء كل إنسان مما كانوا قد ما كانت وضعية الإعاقة تعيد هذا الشخص صعبة كلنا قادرين بس أمنوا المعينات قامنوا فيهم قامنوا بقدراتهم قامنوا أنهم هن قادرين يكونوا جزء من هيدا المجتمع قامنوا أنه نحن لازم نشتغل عليهم لحتى ما يكونوا عبق على المجتمع لأنه المجتمع مانه نقصوا أعباء اللي فيه كفين متل ما بيقولوا يسعد لي مساكن أنا تشرفت فيكن كتير سعد لي وجودي مع كون بتمنى أنه كانت دردشة من القلب للقلب أقدرت من خلال نحكي شوي عن الهموم والمشاكل والأمور اللي بتواجه الأشخاص بوضعية الإعاقة كل ياتنا مشروع أنا بقولها دايما كل ياتنا مشروع معوقين بالمستقبل نحنا عم نكبر نحنا كل ياتنا منعرف أنه التقدم بالسن بيترتب عليه كتير أمور بيترتب عليه ضعف نظر بيترتب عليه ضعف سماعة بيترتب عليه بطء بالحركة شكرا لإلك استاذ صالح أنا بتشكر كل اللي تابعوني ومتمنى يكون لنا لقاء قريب ويعطيكم ألف عافية وأي سؤال بتحبوه أنا دايما موجودة وأهلا وسهلا فيكن يسعد لي مساكة قادفات ما شكرا لإلك شكرا للجميع أنا ما بدي أخذ زياد عن وقت شكرا لإلك استاذ محمد شكرا لإلك استاذ صالح تشرفت بحضرتك ست منتهى شكرا لإلك الله يخليك استاذ أبو غابة استاذ حسن شكرا شكرا لإستضافتي معكم باتحاد العربي للتطوع بيساعدني وبشرفني أني يوم من الأيام كن جزء من هيدا العالم وإن شاء الله كلنا متطوعين لمجتمعنا كلنا متطوعين لأهلنا وإخواتنا وبيئتنا تابعوا اهتموا امنوا فيهم امنوا بقدراتهم وتأكدوا أهم شغلة حطوا قدام عيونكم أنه دمجهم بالحياة هو حق من حقوقهم وتصبحوا على ألف خير كانت معكم دينا السومة